السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع المهندس مطق دعيج اليوم حطينا لكم المقطع الجميل وهو ارتفاع السقف وعلاقته مع الدرج اخواني يمكن نبهناكم في مقاطع كثيرة عندي على قناتي في اليوتيوب ان فعلا ارتفاعات السقف سلبية عليك ليست ايجابية اطلاقا كل ما يرتفع عندك السقف كل ما تزيد عندك درجة في الدرج الموجود عندك في البيت فاذا مثلا ارتفعت اكثر من 4 متر وعشرين راح تطلع عندك مروحة اذا 4 متر وثلاثين الى 4 متر واربعين راح تصير عندك مروحتين وراح اوريكم شنو معنات المروحتين المروحة اللي هي تكون دائما شي زايد يعني في الاستراحة الاستراحة اللي يعني نقطة التقاء الصعود ونقطة التقاء النزول يكون فيه استراحة استراحة هذه راح يكون فيها درج ايضا درج اما يكون منتصف او يكونوا على شكل مروحة جاي زاوية 45 فهنا تبدأ يسمونها اما المروحة او الفراشة لذلك كل ما ترتفع اكثر من 4 متر في السكف راح تبدأ عندك المراوح بالظهور وفيه طريقة بس ما انصح فيها اذا تبي تخلص من المراوح عشان عندك ارتفاعات السكف فيه طريقة ثانية انك تزيد في الدرج الدرج ارتفاع الدرج الزيد في ارتفاع الدرج بدل ما يطلع عندك من 16 سانتي الى 17 سانتي راح يطلع عندك من 19 الى 20 سانتي يعني الدرجة راح تكون من 19 الى 20 وهذا شي راجع لك وما انصح فيه لذلك كل ما نرتفع في السكف راح يصير عندك معاناة في الدرج اما ان تصير السماكة من 19 الى 20 سانتي او يصير عندك زيادة في المراوح وراح نوريكم الان المقطع العملي لذلك كما ترون الان هذا هو المقطع العملي تشوفون المروحة واضحة اللي جاي شكل زاوية 45 هذه يسمونها المروحة او الفراشة ليش اخوان لان الارتفاع هني عندنا في السكف 4 متر وعشرين شوف هذه مروحة الاولى والان هذه هي المروحة الثانية اذا من 4 متر وعشرين راح تبين عندك مروحتين هذه هي المروحة انتم ما تبغون في الاستراحة يصير مروحة وايضا ان البيت هذا في ارتفاع 4 متر وعشرين هذه مروحة ايضا والثانية جنبها لذلك اخوان الارتفاع دائما سلبي جدا ما انصح انك ترتفع اكتر من 4 متر وعشرين عندك في الدور الاول ارتفع 4 متر لا تزيد الدور الاول لغرف نوم اما في الدور الارضي ارتفع 4 متر وعشرين وتقدر انتفادة المروحتين هذين شوف لذلك هذه المروحتين اثروا علينا لان الارتفاع 4 متر وعشرين لذلك احضر اخوان الارتفاعات دائما سلبية وتنعكس سلبيتها على الدرج كما موضح هنا شوف هذه الان هنا اقعد اشر لكم مروحتين فيه هذه استراحة كاملة فيها مروحتين هذا باختصار واذا اعجبك المقطع ياليت تشترك في القناة وتعمل لايك وفي مقطع جديد نلقاكم